بسم الله الرحمن الرحيم وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم هيئ لنا الخير وعزم لنا على الرشد وآتنا من لذنك رحمة واكتب لنا السلامة في الرأي وجنبنا فتنة الشيطان أن يقوى بها فنضعف أو نضعف لها فيقوى وعصمنا ربنا أن تكون آراؤنا في الحق البين بمنزلة الليل من نهاره أو أن تنزل ظنوننا من اليقين النير منزلة الدخان من ناره نسألك بوجهك ونتوسل إليك بحمدك ونتوجه إليك ونسعى نحوك ونجاهد نفوسنا في طاعتك ونركب الصراط السوية الذي نهجته لنا إلى مرضاتك فأعن رب بقوتك وأهدنا بعزتك وعصمنا بقدرتك وبلغنا الدرجات العليا برحمتك والسعادة القصوى بجودك ورأفتك اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعارفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا إن هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب أدب الدين والدنيا للقاضي أبي الحسن الموردي باب أدب النفس وفي هذا اللقاء نتمم الباب الذي طرقناه في المحاضرة الماضية أو المجلس السابق حول حسن الخلق بعد أن بينا المقصود منه ومفهومه وتناولنا مسائل تخصه في ضوء ما ذكره القاضي الموردي واليوم إن شاء الله نتناول بعض فضائل حسن الخلق وبعض أسباب سوء الخلق وكيف نعالجها لأن أي مرض إنما يعالج بمعالجة أسبابه ودفعها فلا يمكن أن نستأصل مرضا إلا باستئصال سببه ولا أن نقضي عليه إلا بالقضاء على سببه ولنستفتح بالذي هو خير ما أهم فضائل حسن الخلق أهم فضائل حسن الخلق أنه يحقق لصاحبه كل أنواع القرب القرب من الله والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب من الناس وأي مبتغن للإنسان العاقل يكون أحسن وأفضل من ذلك أن يكون قريبا من الله قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس وذلك في الدنيا وفي الآخرة أما بالنسبة للقرب من الله سبحانه فيعتبر حسن الخلق بابا واسعا يدن الإنسان من ربه ويثقل ميزان حسناته ويجعله أهلا لأن ينعم في جناته فعن أبي الضرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أثقل شيء في ميزانك أي في ميزان الحسنات هو حسن الخلق وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق فنعيما وهنيئا لصاحب الخلق الحسن أن يرتع وينعم في جنات النعيم وأن يكون قريبا من ثواب ربه يوم الدين وأما القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر ملموس لأن رسالته صلى الله عليه وسلم إنما قامت على حسن الخلق وعلى مكارم الأخلاق وأوسع بوابة دخل الناس فيها في الإسلام كانت بوابة حسن الخلق فأكثر الذين دخلوا في الإسلام إنما دخلوا بأسباب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وليس بسبب المعجزات المعجزات تنفع الإنسان الجهود الذي يعاند ويعارد ويقول للرسول ما دليل صدقك عندئذ تكون معجزته التي أيده ربه بها هي دليل الصدق لأن كل رسول بعثاه الله عز وجل أعطاه دليلا يدل على صدقه لأنه ليس بمجرد أن يقول للمدعوين إني رسول الله إليكم سيشهدون له بالصدق وهذا طبيعي أن يقال له ما دليل صدقك هنا يأتي دور معجزة مثلا موسى عليه السلام لما سألوه عن دليل صدقه كان دليل صدقه واضحا وهو العصى التي ألقاها فالتقمت سحر السحر وضرب بها في البحر ضرب بها البحر فانفلق وضرب بها الصفر فتفجرت عيونا هذا أمر خارق لا يقدر عليه أحد إذن هو قدم للمدعوين دليل صدقه والمسيح عليه السلام كان دليل صدقه أنه يبرئ من الأمراض المستعصية فيبرئ الأكمهة والأبرصة وهذا من الأمراض الأمراض التي حتى اليوم ليس لها علاج يمسح بيده الكريمة على الجلد الأبرص فيبرأ بإذن الله ولئن قيل له إنك طبيب ماهر فما عساهم أن يقولوا حينما أحيى الموتى بإذن الله هل الطبيب الماهر يمكن أن يحيي ميتاً؟ لا يمكن إذن فالمسيح عليه السلام قدم دليل صدقه دامغا بحيث لا يستطيع أحد أن يجابها هذا الدليل رسولنا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القرآن فكان معجزة المعجزات لماذا كانت معجزته صلى الله عليه وسلم القرآن؟ لأنه النبي الخاتم فلا نبي بعده ولا رسول فشاء الله أن تكون معجزته باقية ولا يمكن أن تكون المعجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا إذا كانت معنوية كما كان القرآن علمية كما كان القرآن منهجية كما كان القرآن خلقية كما كان القرآن تكلمنا عن معجزة موسى عليه السلام وعن معجزة عيسى عليه السلام أين هما الآن؟ أين معجزات الأنبياء السابقين ليست موجودة؟ ذهبت بذهابهم وانتهت بانتقالهم إلى الرفيق الأعلى أما معجزته صلى الله عليه وسلم فباقية وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فبعض قاصل النظر يقولون كيف تكون معجزة موسى بهذا الشكل الشكل وبهذا الحجم عصى تفعل كذا وكذا ثم تكون معجزة رسولنا قرآنا لو نظرت وتأملت ولحظت أن هذا القرآن هو المعجزة الوحيدة الباقية حتى الآن ستجيب نفسك بنفسك فهذا الكتاب وهو القرآن الكريم هو منهاج الأخلاق الأعلى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض لأنه طبق منهاج القرآن وأخلاق القرآن وعمل بالقرآن فكان قرآنا يمشي ومن أراد أن يرى القرآن مبينا مفسرا موضحا فليرقبه في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي أعماله تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يعني عمله وسلوكه وأخلاقه وتصرفاته وهي القرآن طيب أنت لا تستطيع أن تفسر القرآن ولا أن تبين معاني القرآن اقرأ سنة النبي وعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرآن القرآن في تطبيقه العمل والميدان يجسده الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت دعوته صلوات ربي وسلامه عليه قائمة على حسن الخلق الذين دخلوا في الإسلام أول ما دخلوا أبو بكر صديقه علي بن عمه ثم الضعفاء كبلال وعمار وأبيه ياسر وأمه سمية وصهيب هؤلاء لم يدخلوا دينه صلى الله عليه وسلم بسبب معجزته وهي القرآن وإنما صدقوه لأنه هو رسول الله الصادق صدقوه بأخلاقه صدقوه لأنهم يعرفون أنه لا يكذب فما سأله الصديق وقال له يا صديقي ما دليل صدقك وإنما آمن به بمجرد أن علم أنه رسول الله ولما قالوا له ليلة الإسراء انظر يا أبا بكر لقد جن صاحبك إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت الشام أي بيت المقدس ثم عاد في نفس الليلة وهذه رحلة نحن نقطعها في شهرين ذهابا وإيابا قال الصديق ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللحظة أنه ذهب إلى هذه الرحلة قال لهم إن كان قال فقد صدق يعني لو في شك في هذا ففي نقلكم أنتم لكن لو تحققت أنه قال هذا فقد صدق خديجة رضي الله عنها هل انتظرت حتى يتنزل القرآن لتعلم أن القرآن معجزته ثم بعد ذلك تدخل في الإسلام لا في اللحظة الأولى عندما عاد من غار حراء يرجف وطلب أن يزمل وأن يدثر ماذا قالت له قرأت في جبينه عناصر حسن الخلق وطمأنته بها قالت والله يا ابن عم لا يخزيك الله أبدا لماذا؟ قالت إنك لا تصل الرحم وتقرد ضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فأخذت من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم الأدلة على أن الله لن يخزيه أبدا وهكذا قولوا في كل من أسلموا في هذه الفترة إلا نفرا قليلا كعمر رضي الله عنه الذي أسلم بعد أن قرأت له أخته مستهل سورة طاها وكانوا عربا أقحاحا يعرفون كيف يميزون بين الكلام البشري البلغ وبين الكلام الإلهي المعجز فكان إسلامه بهذا هذا معنى قولي إن الذين دخلوا الإسلام بسبب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من الذين دخلوا الإسلام بسبب المعجزات فيأتيه رجل ويقول يا محمد اعطني أنت لك رب وتقول إنه رازقك فاعطني ما معك من غنم دون أن يدور في خلد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من تفكير أعطاه غنما بين جبلين أخذ الرجل الغنم وجاء إلى قومه داعية يا قوم أسلموا إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فدخل الناس في الإسلام فدخل الناس في الإسلام بسبب هذا هذه قبيلة كاملة تدخل في الإسلام بسبب هذا ويأتيه رجل يريد أن يقتله وكان نائماً بأبي هو وأمي في ظل شجرة فشحب الرجل سيفه وقال يا محمد من يمنعك مني الآن من يمنعك مني الآن سأخذلك قال الله فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه شخص عادي سينتقم لنفسه أنت قبل برهة كنت تريد أن تقتلني وأنا الآن أملك أمري فيك فقال له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني الآن قال يا محمد كن خير آخذ كن أفضل مني فأطلقه صلى الله عليه وسلم هنا يعرف الرجل أن هذا الرسول صادق ليس بقتالي ولا بمنتقم لنفسه وهذه ليست طباع البشر العاديين فيدخل في الإسلام وكثيرون كثيرون من هؤلاء هنا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقتدون به في حسن خلقه بأنهم أحب الناس إليه وبأنهم أقربهم إليه يوم القيامة لأن من يحب أحداً يقتدي به وكلما كان الإنسان سباقاً إلى حسن الخلق وهو الصفة البارزة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نيته في ذلك الاقتداء به كان أسرع لحاقاً به ودنواً منه يقول صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً يعني لين الجانب سهل الذين يألفون ويألفون يألفون والله هذه نعمة كبيرة أن يكون الإنسان يألف الناس والناس تألفه هذه نعمة قال سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما تسعونه بأخلاقكم تسعونه بأخلاقكم وفي الحديث الآخر المباشر في تبييل كيف يكون حسن الخلق قريباً منه صلى الله عليه وسلم يقول أحبكم إلي أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وفي المقابل وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة أساوئكم أخلاقاً فليميز الإنسان بين هذين الفريقين فريق يقترب من رسول الله ويكون محبباً إليه وفريق يبتعد عنه ويجانبه فاختر لنفسك أيها المكلف وأما القرب من الناس فحسن الخلق قريب من الناس يألف الناس والناس يألفونه وحسن الخلق يكثر أصدقائه وأصدقائه المخلصون إن كثروا كانوا شفعاء له فسيحمدون سيرته ويتكلمون عنه بالحسن وكل ذلك حسنات تصب في جانبه يقول لنا المورد في هذا إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافه وقل معادوه يعني يكثر أصدقائه الذين يصافونه ويقل أعداؤه لأنه حسن الخلق فتسهلت عليه الأمور الصعاب الله يجعل له في كل صعب من يسهل له طريقه فيه لأنه محبوب من الناس الناس مقبلون عليه إن كان في مأزق يعينونه أن وقع في ملمة يقفون بجانبه كان مريضا يعودونه لأي سبب من الأسباب يجد الناس بجانبه لأنه حسن الخلق جمع الناس حوله بأخلاقه فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب مهما كان قلب مخاطبك ومقابلك غليظا أنت تستطيع أن تستميله بحسن خلقك لكن أن تعامله غضبا بغضب سيحتد الأمر ويصير كل واحد منكما عدوا للآخر حتى يبلغ منه ما يريد ولذا قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديارة ويزيدان في الأعمار حسن الخلق وحسن الجوار وكلاهما من الآخر لأنك لن تكون حسن الجوار إلا إذا كنت حسن الخلق وجارك أحق الناس بحسن خلقك فكلما كنت كذلك كان قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بل في هذه الأرواية يضيف النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا جديدا وهو أن عمران الديار وطول الأعمار من دواعي حسن الخلق لأن حسن الخلق الأمراض العصبية لا تعرف إليه طريقة وأكثر أمراض الناس وخصوصا في هذا العصر تلك الأمراض التي تأتي نتيجة الغضب ونتيجة سوء الخلق ونتيجة العصبية فارتفاع الضغط وارتفاع السكر وناهيكم عن هذا وكثير من الأمراض المعروفة يكون سببها هذا فلا يهنأ الإنسان بعمره وإن طال لأنه مجغول بالأمراض أما حسن الخلق كريم الطباع فهو في مأمن من هذا فيهنأ بعمره فيبدو كأنه طويل يبدو كأنه طويل لأن السعادة هي التي يحسب بها عمر الإنسان ثم إن عمر حسن الخلق لا ينتهي بموته وإنما يطول ويبقى حتى بعد موته لأن الناس يذكرونه بالحسن يقولون كان فلان وقال فلان وفعل فلان فيبقى ذكره في الناس وإن رحل إلى الدار الأخرى وإن كان في دار البرزخ والذكر للإنسان عمر ثاني الذكر يعني الذكر الحسن للإنسان هو عمر ثاني فوق عمره الذي قضى ومما قد يفهم من قوله سبحانه في مستهل سورة الآن ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده قد يفهم بطريق الإشارة أن للإنسان وعمرين أما العمر الأول فهو حياته البيولوجية التي تبدأ في وقت محدد ثم تنتهي في زمن محدد أراده الله ثم حياة الأخرى تدوم هي ذكره الحسن ولا نزال حتى اليوم نذكر علماءنا الأدقياء الأصفياء ونقول قال مالك قال الشافي قال أبو حنيفة قال أحمد قال البخاري قال كذا ما الذي أبقى هؤلاء هذا الذكر الحسن الذي نذكرهم به فمن هذا الجانب كأنهم لم يموتهم موجودون معنا قال المورد بيننا وبين المورد قرون وقرون ونجلس الآن نستحضر كلامه رحمه الله هذا شيء من حسن الخلق فما أسباب سوء الخلق كثيرة هذا الكتاب هو كتاب تربوي بالأساس فيوقفنا المورد على بعض أسباب سوء الخلق لعل صاحبها أن يعالجها ولعل الناس أن يعذروه في بعض الأحيان يعني إذا كان سيء الخلق معذوراً أو لا نقول معذوراً بهذا الشكل وإنما كان ضعيفاً أمام سلطان نفسه لم يستطع أن يسيطر عليها فساء خلقه لهذه الأسباب التي سنذكرها فليحاول كل واحد أن يعذره بعض الشيء وأن ينصحه فمثلاً يذكر لنا المورد أن من أسباب سوء الخلق الولاية يعني أن يكون إنساناً عادياً ثم بعد ذلك يشاء الله أن يعطيه سلطة وظيفة ما فيسوء خلقه مع الناس لأنه لضعف نفسه أصلاً اعتقد أنه بهذه السلطة التي نالها هو أفضل منهم فيعاملهم بخلق سيء هذا صنف من الناس وليس كل الناس ونجد السبب الواحد يكون سبباً لحسن الخلق عند أناس وسبباً لسوء الخلق عند أناس آخرين فإذا كانت الولاية أحياناً سبباً لسوء الخلق فإن العزل من الولاية أيضاً قد يكون سبباً لسوء الخلق يكون اليوم في وظيفة كبيرة ولأنه ضعيف النفس أمام يعني شهوة المنصب عندما يعزل منه وكل إنسان سيعزل ما خلق الله إنسان سيستمر دائماً في مكانه هذا فلما انعزل من منصبه أيضاً يسوء خلقه بل إن هذا الشيء يعني قد يمر على نفوس الصالحين عمار بن ياسر وهو المكافح المنافح السباق في الإسلام الذي مات أبوه شهيداً وماتت أمه شهيداً ورأى بأم عينيه كيف أن أباه ياسراً ربطت رجله اليمنى في جمل ورجله اليسرى في جمل آخر وهذا مشى يميناً والآخر مشى يساراً حتى شق نصفين أمامه ورأى أمه وهي تضرب بحربة من أبي جاهل في قبلها خرجت من دبرها وماتت مع هذا قيل إن عمار بن ياسر بعد أن عزل عن ولاية كان قد ولي ولاية بعد أن عزل عنها قيل له كيف وجدتها قال وجدتها حلوة الرضاع مرة الفطام حلوة الرضاع يعني في بداية كانت حلوة النفس تميل إليها وتحبها فلما عزلت عنها كانت مرة وجدتها حلوة الرضاع مرة الفطام ومن الأسباب أيضاً الغنى لكن غنى من؟ غنى اللئي قد يجعله سيء الخلق هذا في طرح كل هذا في طرح المورد وفي نفس الوقت الفقر أحياناً يكون سبباً في سوء الخلق فالناس أغيار الناس أغيار ما ينفع مع هذا لا ينفع مع الآخر ولذلك على كل إنسان أن يرضى بما قسم الله العالم وهذا السؤال الذي يطرح كثيراً لماذا يغني الله بعض الناس ويفقر بعضهم الجواب في القرآن ولو بسط الله الرزق لعباده لباغوا في الأرض وإن من عبادي من يصلحه الغنى ولو أفقرته لفسد حاله ومن عبادي من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفسد حاله تحكي لنا كتب الرواية قصة حارثة التي نسمعها كثيراً هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيراً وطلب من النبي أن يدعو له حتى يصير من أهل الغنى واليسار قال يا رسول الله ادعو الله لي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب قال له قليل يكفيك خير من غنى يضغيك لماذا تطلب الكثرة والاستكثار من هذا لأنه عبء عليك عبء عليك طالب من النبي أكثر من مرة هي قصة طويلة سأحاول اختصارها طلب من النبي أكثر من مرة فالنبي دعا له دعوة ودعوته مقبولة فاشترى بعض غنمات هذه الغنمات قيل أنه طرحت فيها البركة حتى تكاثرت كما يتكاثر الدود أصبحت كثيرة جدا وضاقت المدينة بما يمتلك من أغنان فخرج خارج المدينة وعاش في واد فسيح حتى يتسع لما يملكه المهم بعد ذلك جاء وقت دفع الزكاة أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يجلب منه الزكاة الزكاة فقال إنها جزية لماذا أدفع للزكاة؟ استكثر يعني أن يدفع زكاة هذا المال قال إنها جزية فلما عاد الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجلب منه الزكاة قال ماذا قال لك ثعلبة؟ قال إنها جزية فأنزل الله فيه هذه الآيات ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخروا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بعد أن نزلت في هذه الآيات جاء للنبي بس خذ يا رسول الله من الصدق أبى النبي أن يأخذ منه الصدق انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى وجاء عصر الصديق ذهب إليه بالصدق فلم يقبل صدق يعني الزكاة ثم جاء عصر الفاروق فأبى الفاروق أن يأخذها منه ثم جاء عصر عثمان فأبى عثمان أن يأخذ وهلك ومات في عصر عثمان فقط أنا هنا أريد أن أوضح شيئاً لأنزها ساحة صحابي جليل هو فعلبة بن حاطب الأنصاري هذا الرجل صحابي جليل شهد بدراً والذين ينقلون القصة ينسبونها إلى ثعلبة هذا يقول أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري وأجلة الصحابة لا يفعلون ما فعل ثعلبة الآخر هذا هذا ثعلبة آخر غيره في كلام المحققين رغم أن هذا الذي أقوله سقط فيه كثير من كبار العلماء لكن كبار المحققين أبوا أن يكون ثعلبة بن حاطب لماذا؟ ابن حاطب الأنصاري لأن ثعلبة بن حاطب الأنصاري بدري شهد بدراً وقتل في غزوة أحد وثعلبة هذا نحن نقوله هلك في عصر عثمان والأبرز في سياق الآيات أن يكون ثعلبة هذا الذي منع الزكاة أنه رجل من المنافقين لأن هذه الآيات التي وردت لو قرأنا ما قبلها من آيات فإنها كانت تتكلم عن المنافقين ثم جاء وقال ومنهم من عاهد الله لأن أجلة الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليمنعوا فريدة من فرائد الله فهذا هو الأليق يعني والأنسب المهم أن هذا الرجل منفاه غنى طلب الغنى وغناه أضله وصار منافقاً ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفائه منه الزكاة فبماذا أفاده الغنى؟ أضره كذلك يحكي لنا الموردي إن من أسباب سوء الخلق الهموم وممكن يكون إنسان مهموماً بشيء ما فأنا آتيه في أوقات يعني يكون مهموماً فيها وأخاطبه وأكلمه فيبرز لي منه سوء الخلق فلنعذره في هذا لأن الهم ثقيل ثقيل على النفس صلى الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر هم الدنيا وشر غمها والهم هو أقوى الجنود سؤل علي كرم الله وجهه عن أقوى الجنود الله في الأرض فراح يعددها قال أقوى الجنود الجبال الجبال الرواسي هذا أقوى جنود الله في الأرض ثم استترك وقال لكن الحديد يقطع الجبال إذن الحديد أقوى ثم قال والنار تذيب الحديد إذن النار أقوى ثم قال والماء يطفئ النار إذن الماء أقوى ثم قال والسحاب يحمل الماء إذن السحاب أقوى ثم قال والريح يقطع السحاب إذن الريح أقوى قال وابن آدم يغلب الريح إن وجد ابن آدم ريحا في الخارج يدخل المسجد يختبئ منه أو يستتر منه بستر إذن هو يغلب الريح قال والسكر يغلب ابن آدم ابن آدم لو سكر لا يدلي نفسه إذن السكر شرب الخمر عادنا الله وإياكم منها يغلب ابن آدم والنوم يغلب السكر يذكر فينام فيكون النوم قد غلب السكر وما الذي يغلب النوم قال الهم والهم يغلب النوم إذن أقوى جنود الله هو الهم لما تسلسل وصل إلى الهم إنه أقوى الجنود لأنه لا يحرم الإنسان لذة النوم إلا ألهم ومنها أن يكون الإنسان قد كبر سنه فليعذر ومنها أن يشعر الإنسان أنه مبغوض من الناس ولن يكون مبغوضا من الناس إلا إذا كان يعني غير سخي بأخلاقي معهم الشاهد أن ذكر هذه الأسباب هي دعوة لكل من كان في نفسه سبب من أن يعالج السبب فإن عالج السبب عالج المرض وفي نفس الوقت دعوة لمن يتعاملون مع سيء الخلق إن استطاعوا أن يتحملوه على ما هو فيه وأن يصبروا عليه وأن يعذوه فليفعلوا نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا أخلاقنا وأن يوسع لنا ولكم أرزاقنا وأن يجعلنا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا